جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها زعيم حركة أنصار الدين إياد آغالي تتبنى الهجوم على منتجع كانقابا الواقع بالقرب من العاصمة باماكو وتقول إن ثلاثة من الفلان هم من نفذه وقد قضوا معلنة مقتل ثمانية غربيين خلال الهجوم من بينهم موظفون بالاتحاد الأوروبي وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المعلنة عن تأسيسها شهر فبراير الماضي قد تبنت العديد من الهجمات معظمها في شمال البلاد ويعتبر الهجوم على كانقابا أول عملية لها بالقرب من العاصمة باماكو ومحيطها وتضم الجماعة ثلاثة حركات مسلحة ناشطة في المنطقة هي أنصار الدين والمرابطون وإمارة منطقة الصحراء وقد تبنت الجماعة التي تملك جناحا إعلاميا يدعى مؤسسة الزلاقة أول عملية لها في مالي أياما بعد الإعلان عن تأسيسها وتمثلت في الهجوم على قاعدة بوليسك العسكرية الواقعة في وسط البلاد ويعود آخر هجوم نفذه مسلحون ضد العاصمة المالية باماكو إلى شهر مارس عام 2016 وقبله كان فندق رادي سيونبلو وسط باماكو قد عرف هجوما عنيفا في العشرين من شهر نوفمبر عام 2015 وأسفر عن مقتل عشرين قتيلة وقد تبناه تنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية ويأتي الهجوم على منتجع كانقابا في وقت تتواصل فيه فترة تمديد إعلان حالة الطوارئ في مالي لمدة ستة أشهر بعد مصادقة نواب الجمعية الوطنية عليها بأغلبية كما يأتي في ظل استعداد مجموعة دول الساحل لنشر قوة مشتركة على الحدود بين بعض الدول الأعضاء فيها موسيقى